الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدرس السابع عشر والأخير إن شاء الله تعالى من دروس شرح كتاب القواعد الثقات وقود الأئمة الأثبات في الأسماء والصفات الباب الأخير معنا وهو الباب الثامن التوسل أنواعه وأحكامه وهنا ننصح بمراجعة رسالة التوسل أنواعه وأحكامه للإمام الألباني رحمه الله تعالى المبحث الأول الوسيلة لغة وشرعة الوسيلة في اللغة هي الأصل أي ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به ثانيا الوسيلة في الشرع قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله بتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون قال ابن جرير التبري رحمه الله وبتغوا إليه الوسيلة أي واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه والوسيلة قال هي الفعيلة من قول القائل توسلت إلى فلان بكذا بمعنى تقربت إليه إذن وبتغوا إليه الوسيلة أي واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرتضيه قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربوا ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا قال ابن مسعود كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن قال فأسلم الجن أي الذين يعبدون قال تمسك هؤلاء بدينهم لذلك قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربوا ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا أي أن الجن أسلموا وتمسك هؤلاء الإنس بعبادتهم وهم لا يشعرون بإسلام من كانوا يعبدون لذلك قال البني رحمه الله يبتغون أن يطلبون ما يتقربون به إلى الله تعالى قال وهي كذلك تشير إلى هذه الظاهرة الغريبة المخالفة لكل تفكير سليم ظاهره أن يتوجه بعض الناس بعبادتهم ودعائهم إلى بعض عباد الله كيف يكون هذا يتقرب إلى بعض عباده يخافونه ويرجونهم مع أن هؤلاء العباد المعبودين قد أعلنوا إسلامهم وأقرد الله بعبوديتهم وأخذوا يتسابكون في التقرب إليه سبحانه بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها ويطمعون في رحمته ويخافون من عقابه فأسلم هؤلاء وبقي هؤلاء على شركهم هذا هو المعنى في الوسيلة والله أعلم المبحث الثاني أنواع التوسل المشروع ثلاثة إذن هناك توسل مشروع وتوسل ممنوع التوسل المشروع أنواعه ثلاثة النوع الأول التوسل باسم من أسماء الله الحسن أو بصفة من صفاته كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسن فادعوه بها كذلك قال بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي هنا يسأل الرجل الله عز وجل بأسمائه قال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب كذلك عن أنس قال كن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعى فقال الرجل في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك الجنة أعوذ بك من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن هذا الرجل لقد دعى باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى إذن أول نوع من أنواع التوسل أن ندعو الله عز وجل ونتوسل إليه باسم من أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته العليا النوع الثاني التوسل إلى الله بالعمل الصالح كما قال الله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أي أن هؤلاء المؤمنون يتوسلون إلى الله عز وجل بقولهم إننا آمنا لذلك يدعون الله فيقولون له فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار كذلك في قول الله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد إذن أيضا يتوسلون بإيمانهم هؤلاء قدموا العمل الصالح وهو الإيمان بالرحمن ثم دعوا الله عز وجل بالمغفرة والنجاة من النيران كذلك في حديث ثلاثة نفر الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه إذن يتوسلون إلى الله هنا بالعمل الصالح فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالخلاب أي بالإناء الذي يحلف فيه أي باللبن قال فآتي به أبوي فيشربان ثم أسقي الصبية أي أبنائه وأهلي ومرأتي قال فاحتبست ليلة أي تأخر فجئت فإذا هم نائمان قال فكرهت أن أوقظهما قال والصبية يتضاغون عند رجلي أي يصرخون يريدون أن يأكلوا واشربوا من اللبن قال فلم يزل دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر قال الرجل اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عن فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنهم إذن الرجل الأول توسل ببر الوالدين قال وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب مرأة من بنات عمك أشد ما يحب الرجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مئة دينار قال فسعيت فيها حتى جمعتها أي جمع المئة دينار فلما قعدت بين رجليها يريد الزن منها قالت له المرأة اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه أي إلا بالزواج الصحيح قال فكمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عن فرجة قال ففرج عنهم الثلثين أي الثلث الآخر بعد الثلث الأول قال وقال الآخر أي الثالث اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أي ما يزيد عن اثنين كيلو قال بفرق من ذرة أي ما يزيد عن اثنين كيلو من الذرة قال فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ أي أراد الرجل أن يأخذ أكثر قال فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته ثم اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك فقال الرجل أتستهزو بي قال فقلت ما أستهزو بك ولكنها لك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنه قال فكشف عنهم الدليل هنا في قولهم انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها أي هذه الصخرة إذن التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا النوع الأول النوع الثاني التوسل بالأعمال الصالحة النوع الثالث هو التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي أي الذي لم يمت لأن الميت لا يملك شيئا قال الله تعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم رب إنه هو الغفور الرحيم إذن هؤلاء الأبناء طلبوا من يعقوب عليه السلام أن يستغفر لهم مثال ذلك ما كان يحدث من ذهاب بعض الصحابة وطلبهم الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك أصابت الناس سنة أي جدب وقلة المطر قال على أهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا قال فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة أي سحابة قال فالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن من بله حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته صلى الله عليه وسلم قال فمطرن يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء من شدة المطر وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حاولينا لا علينا قال فمن يشير بيده النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة أي الحفرة المستديرة الواسعة من كثرة المطر قال وسال الوادي قناة شهرا وسال وادي القناة أي سال فيه مطر لمدة شهر ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود أي بكثرة المطر والخير وعن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني فقال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك قال فادعه قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء أي الرجل يدعو لنفسه قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه قال ففعل الرجل فبرأ إذن هذا دليل أيضا على التوسل بدعاء الرجل الصالح هذا هو التوسل المشروع أن يتوسل المسلم منا بأسماء الله وصفاته أو أن يتوسل بعمله الصالح أو أن يسأل دعاء الرجل الصالح الحي لأن الميت لا ينفع نفسه المبحث الثالث التوسل الممنوع هو كل توسل إلى الله عز وجل بما لم يثبت به الدليل فلا يجوز لنا مطلقا أن نتوسل إلى الله بغير دليل ومن ذلك التوسل إلى الله بالموت ولو كانوا صالحين ما يحدث عند كبور البدوي والدسوقي وجيلاني وغيرها لا شك هو شرك بالله عز وجل أما دعوة أنهم يتقربون بهذا الدعاء وهذا الفعل إلى الله عز وجل فهذه دعوة المشركين قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم أن يقولون هكذا ما نعبدهم إلا ليكربون إلى الله زلفا هذا كلام المشركين وهذا كله ممنوع وهنا فائدة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يجوز توسل به ولا بجاهه ولا بقبره ولا بغير ذلك ودليل ذلك فعل الصحابة قال أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا أي في خلافة عمر استصقى بالعباس بن عبد المطلقى فقال اللهم إنا كنا توسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا قال فيسقون فهذا من فعل عمر وإقرار الصحابة لعمر رضي الله عنه وعنهم جميعا هذا دليل على إجماعهم أنه لا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لماذا يتوسلون بعم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الصالح وهو حي لماذا لا يتوسلون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن سليم بن عامر الخبائري أن السماء قحطت مخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسكون فلما قعد معاوية رضي الله عنه على المنبر قال أين يزيد بن الأسود القرشي كان من التابعين وكان رجلا صالحا مجاب الدعوة فناداه الناس فأقبل يتخطى فأمره معاوية فصعد المنبر فقعد عند رجليه فقال معاوية اللهم إننا استشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا اللهم إننا استشفع إليك بيزيد بن الأسود القرشي يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يزيد يديه ورفع الناس أيديهم فما كان أوشك أن ثارت سحابة في المغرب من جهة المغرب وهبت لها ريح قال فسوقينا حتى كذا الناس لا يصلون إلى منازله أي من كثرة المطر لماذا لم يتوسل معاوية رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم قدمات وإنما توسل برجل صالح من تابع النبي صلى الله عليه وسلم وهنا فائدة مهمة عن حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ العثيمين رحمه الله التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أقسى الأول أن يتوسل بالإيمان به فهذا التوسل صحيح لأنه كما مر معنا يندرج تحت التوسل بالعمل الصالح ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يقول مثل الرجل اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر لي إذا توسل بالعمل الصالح ثانيا أن يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا جائز لا شك كان الصحابة يذهبون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء كما مر معنا الآن حديث في ذلك كثيرا لكن هذا لا يجوز إلا في حياته لأن عمر رضي الله عنه لم يتوسل به بعد موته النوع الثالث أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حياته أو بعد مماته هذا توسل بدعي لا يجوز لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لرجل مثلا أن يقول أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو أن ترزقني إذن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يتوسل بالإيمان به وهذا جائز لا شك في حياته وبعد مماته أو أن يتوسل بدعائه وهذا لا يكون إلا في حياته أو أن يتوسل بجاهه أو يتوسل به بعد موته فهذا كله لا يجوز والله أعلم إذن هل يجوز أن نذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نطلب منه الشفاعة أو أن نطلب منه الدعاء لا يجوز فإذا قال قائل أليس الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيمة نعم هذا قول الله لكن هذه الآية تتكلم وتتحدث عن أمر وقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد موته فإن النبي صلى الله عليه وسلم فهو القائل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فلا يمكن للإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد بل ولا يستغفر لنفسه أيضا لأن عمله انقطع ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يطلب منه الدعاء أو أن يستغفر عنده أو يطلب منه الجاه بعد موته ولو كان ذلك جائزا لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولفعله آل بيته من بعده رضي الله عنهم أجمعين لم يفعل أحد أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره يتوسل به أبدا إذن التوسل الجائز إما أن يتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته أو أن يتوسل المسلم بالعمل الصالح أو أن يتوسل أن يذهب إلى رجل صالح يطلب منه الدعاء أو ما شبه ذلك وهو حي أما التوسل الممنوع فهو كل توسل لم يأتي به نص صحيح صريح كما كلنا ولله الحمد والمنى وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الكتاب كله ولله الحمد والمنى القواعد الثقات وقول الأئمة الأثبات في الأسماء والصفات وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبونا أحسنه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا والوالدين والمؤمنين اللهم إنا مغلوبون فانتصر لنا أنت حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين